أنت من صارة رئيس مجلس نواب وقبلها أنت نائب هو يسوي لك تهم في وقتها انقضت الفترة وراحت لما يقعد الدكتور سليم الجبوري هذه التهم كانت مصنوعة بامتياز هل تمت مساومتك عليها أم كانت حقائق واندثرت لا هو يعني أنا أحتي تاريخ حسي أكثر من مرة أنا مثلت أمام القاضي مو بس لما كنت رئيس مجلس نوابقى بالماصر لا لا حتى تهموك بالإرهاب بأشياء عديدة كان المخبر السري يلعب دورة المخبر السري يكلف من جهة أمنية أو مخابراتية أو سياسية متنفذة حزبية ويلقى أطراف معينة ويلفقون التهمة وتهمتين وثلاثة وأربعة ويحتفظ بالملف جانبا وخصوصا لما تعرضت بوقتها إلى ملف حقوق الإنسان لأن دائما يقول لك حقوق الإنسان أنت تقارع به السلطة هو منه اللي ينتهك حقوق الإنسان أكبر واحد خمال ناس هي الدولة تنتهك حقوق إنسان المواطن سواء المواطن المزيون الأمرأة اللي ما تحصل حقوقها الطفل وأشياء عديدة أو المعاق وغير ذلك فأنت من تصدح بهذا الجانب تزعج إذن من يسمع من القابض على السلطة فيقول لك هاني شي اللي بهالدوخة هذي كل الدول السلطوية هو ملف حقوق الإنسان إحنا نمسكه وإحنا نقدم تقارير للأمم المتحدة ولمجتمع الدولي حقوق الإنسان في العالم الثالث على أحسن ما يكون شنو جايين مثلا تقارير أخرى تقول عكس هذا الجانب ولذلك هدت في هذا الملف بشكل واضح تم تهديدك ما قاله لك يعني بطبيعة الحال عملية أوامر القابض عدم المصادقة على فوزك بالانتخابات بالدورة الثالثة الأشياء عديدة يعني بطبيعة الحال أن هذا الجانب يتم الكف عننا والسكوت عننا وغير ذلك بمقابل قلت لك أن يتم الكف والسكوت عن هذا الملف والحديث عن جزئية مظلومية طرف معين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر